السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع الابتدائي تعالوا نبدأ مع بعض اخر وحدة عندنا في المنهج هي يونت 12 الوحدة الاثناشر تعالوا نشوف كيف تتكلم عن ايه Around the house حول المنزل تعالوا مع بعض نشوف الكلمات المهمة اللي معانا في الوحدة دي هي ايه عندنا كلمة wrong يعني خطأ الw silent ما بننطقهاش عندنا around يعني حولة number يعني رقم museum مدحف معانا كمان Monday اللي هو يوم لتنين cinema اللي هو السينما عندنا الافعال اللي بنحفظها عشان نعرف منها زمن الماضي do يفعل الماضي منها did have and has يمتلك اولاديه الماضي منها had معانا كمان تعبير مهم اللي هو good idea اللي هي فكرة رائعة لما حد بيكترح علينا اقتراح تعالوا نشوف مع بعض ايه المحادسة من كتاب المدرسة نشوف كده وجهة نظر عامة هي بتتكلم عن ايه بيتكلم على ان في منا want to talk to كريم عايزة تكلم كريم on the phone في التليفون but she has the wrong number ولكنها طلبت رقم خطأ تعالوا نشوف الحوار هيبقى ازاي hello is كريم زير هل كريم موجود please من فضلك لا I'm sorry you have the wrong number انتي اتصلت بالرقم الخطأ قلت له ايه is this 2458769 لا no it isn't لا ما هوش هو الرقم ده it is 2458768 التلاف في الرقم الاخير قلت له sorry اعتذرت قال لها that's okay goodbye فيش حاجة مع السلامة طب تعالوا نشوف النقاط المهمة بقى اللي في المحاسة دي عندنا اول حاجة عندنا هي قالت طبعا عشان سؤال bonk tuition علامات التاركويم hello بعدها ال i capital بتاعت is و k بتاعت كريم وعندنا قبل كلمة please في كما عالسطر وفي الاخر طيب في ايه كمان معانا معانا ايه قال لها that's okay ما فيش مشكلة وبعدين good bye ونقطة تعالوا بقى نشوف المحاسة بتاعت سكر وسكرة زي ما انتوا شايفين السكر هنا بتفرج على التلفزيون هو وسكرة فبيقول لها i am bored اشعر بالملل let us go to the museum تعالوا نروح المتحف قلت له no i was at the museum on monday ده انا كنت في المتحف يوم لاثنين قال لها هوى باوت ما رأيك زا سينما نروح السينما قلت له good idea فكرة جميلة تعالوا بقى نشوف برضو المحاسة دي فيها ايه عندي هنا تعبير بتاع i am bored يعني اشعر بالملل لما تكون في مللانة طب عندنا اسلوب الاقتراح هنا اقترح بطريقتين الطريقة الاولى هي كلمة لتس وبعدها جاب فعل في المصدر والطريقة التانية هوى باوت وبيجي بعدها اسم وساعات بيجي بعدها فعل في ing طيب معنا كمان انه قبل ايام الاسبوع قال on on monday بتاخد قبلها on تنسوش مع قناة سرسامي الانجليزي ان شاء الله اسهل وكمان تفع تدعمونا بانكم تضغطوا على اللايك وكمان تشاركم الفيديو ده لاصحابكم عشان تعمل الفايدة واللي ما شاركش في القناة من فضلكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس شاني وصلكم الجديد بتاعنا وانتظرونا باذن الله في الفيديو القادم هنتكلم برضو عن كلمات مهمة والجرامر ان شاء الله في امان الله